ونعمل منها واحدة كمان أن نكون مقطعين الدراعات اللي هتحكم فيها باللودر أو الحفار ونركبهم بالعصيان بحيث تكون حركتهم سهل ونركب الحقنة نتنزل الفيديو بالزبط ونركب دراع الحقنة في الدراعات بتاعت اللودر رابح حاجة هنكون مجاهزين كبشة اللودر بأي بعد تعاوزه ونلزق فيهم الوصلات اللي هربطها بالدراعات بعد كده واللي هيكونوا معمولين من الخشب علشان يتحملوا الحركة عن قطع الكرتون ونركبها في الدراع بالشكل ده خمس حاجة هنجيب كوباية مية واحدة فيها حبر علشان أتغير لونها ونسهل أشوف حركتها في الحقنة واملى الحقنة الأولى بالمية الزرقة وركب فيها خرطوم صغير ووصل المية لآخر الخرطوم وأزود الحقنة مية وحط فيها حقنة تانية بحيث لو ضغطت أي واحدة تانية تتحرك ونوصل الحقنة تانية بالتانية هنلاقي الدراعات بتتحرك وفضل إن أحرك اللودر فهعمل عجلة ليه بالطريقة دي واجب مطورين والزقهم ببعض بالطريقة دي وعمل لهم نظام تحكم وأجربه وده كان جزء من الفيديو فلو أنت عاوز الفيديو كامل ودخل على القناة تلاقيه وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد